أكدت تحليل الحمض النووي أجريت في أحد مختبرات النمسا لبقايا بشرية أنها تعود إلى أحد الطلاب الثلاثة والأربعين المفقودين منذ نهاية أيلو سبتمبر الماضي في ولاية جانيرو في المكسيك مع عزز المخاوف من احتمال أن يكون الطلاب كافة قد قتلوا وخلال تظاهرة سادها التوتر في العاصمة المكسيكية حيث طالب ألاف المحتجين بإحقاق العدل اعترف والدات طالب أليكساندر مورا بمقتله ووعده بمواصلة العمل من أجل العثور على الآخرين إذا كان هؤلاء القتل يعتقدون أننا سنبكي بسبب العثور على الحمض النووي لأحد أبنائنا فنقول لهم إنهم مخطئون اعتبارا من اليوم نضالنا سيستمر حتى نعثر على المفقودين 42 وحتى الآن يرفض ذوو الطلاب رواية السلطات التي تؤكد أن هؤلاء قتلوا ليلة اختفائهم على أيدي أفراد عصابة للجريمة المنظمة ويطالبون الدولة الفيدرالية بمواصلة عمليات البحث إنه وضع صعب للغاية لا أستطيع أن أتخيل الألم الذي يشعر به الأهل من كان ينبغي أن يحصل كل هذا مضى شهران ونحن مزدنا لا نعرف أين الطلاب الثلاثة والأربعين آمل في أن يكونوا على قيد الحياة لكنني أشك في ذلك وقبيل تظاهرة السبت قالت مصادر قريبة من التحقيق وعائلات طلاب لوكالة فرانس براس إن عملية أولى للتعرف على بقايا بشرية بتحليل الحمض النووي جرت بعد تسليم أشلاء متفحمة في الثاني عشر من تشرين الثاني نوفمبر الماضي إلى مختبر تابع لجامعة إنسبروك في النمسا ترجمة نانسي قنقر